السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء سنقول اعدادي اهلا ومرحبا بكم يا رب تكونوا بخير درس جديد من دروس اللغة العربية فرع القراءة بعنوان سبيل النجاح سنقول اعدادي الترم الاول تعالوا مع بعض نبدأ الدرس الدرس بيقول مع اشراقة الصباح يعني اشراقة اشراقة يعني طلوع او اضاءة الصباح وعكسها ظلمة جمع اشراقة اشراكات ايه اللي بيحصل مع اشراكة الصباح بيندفع الناس الى اعمالهم بيندفعوا يعني يندفعوا يسرع بيسرع الناس الى اعمالهم وعكسها يبطي بيسرع الناس الى اعمالهم وقضاء حوائجهم يعني ايه حوائج يعني ما يحتاج اليه الناس ومفرد خوائج حائجة يبقى احنا كده فهمنا ان الناس بتندفع بتسرع تروح شغلها امتى الصبح عايزين نتعرف مش على كل الناس على اربعة بس عايزين نعرف بيروحوا فين ويه الامال الاهداف اللي عايزين يحققوها والطموح بالنسبة لهم نتيجته ايه ده اللي هنتعرف عليه بالتفصيل مع الدرس اول شخص من الاربعة الموظف بيروح فين الموظف الى مكتبة طيب والتاجر الى متجارة طب والعامل لمحلة عملة طب والطالب الى مدرسة هؤلاء الاربعة هؤلاء بيندفعون كل واحد بيروح شغله بيروح المكان اللي هو رايحه بيندفعوا الى قضاء حوائجهم وفي رأس كل منهم امال مش امل واحد ده فراص كل واحد امال يعني امال الامل اللي هو الرجاء مفرد امال امل وعكس الامل اليأس في رأس كل واحد امال اهداف بيسعى انه يحققها يسعى الى تحقيقها وتمر الايام وتتحقق الاحلام الاحلام فعلا بتتحقق كل واحد عنده امل بيحققه بتتحقق الامال طب الموظف كان ايه امله انه يترقى فالموظف يرقى فيرقى الموظف يعني ايه يرقى يعني يتقدم ويرتفع شأنه وعكسها يتأخر ويتخلف يبقى الموظف ايه الامال التي يسعى الى تحقيقها يرقى طب والتاجر يربح التاجر يبقى الامال اللي بيسعى اليها التاجر الربح يبقى عرفنا ان هؤلاء بيندفعوا وفراس كل منهم امل بيحققوا ومع مرور الايام بتتحقق الامال فيرقى الموظف ويربح التاجر يعني يربح يكسب وعكسها يخسر طب والعامل والعامل يزداد اجره ويزداد اجر العامل طب والطالب ويكون الطالب نصيبه النجاح يبقى احنا عرفنا كده الامال اللي بيسعى اليها الموظف انه يرق والتاجر يربح والعامل يزداد اجره والطالب انه ينجح كده كل واحد من الاربعة اللي قدامنا حقق الامل بس سؤال ولكن هل تتوقف الامال هو حقق الامل خلاص كده ما بيبقاش عنده امال احلام اهداف تانية كده خلاص لا طبعا ده الامل عندنا متجدد ان الامل عند الانسان متجدد متجدد ما بقية يعني ما استمر وظل طول ما هو عايش وعكسها مات وفانية يبقى الامل بيتجدد طول ما الانسان على قيد الحياة ومن صفات الامل برضو لما يجي سؤال يقولك بما يتصف الامل هنقوله انه متجدد اتنين بيبدأ صغير ايوه كل واحد بيحلم على قده حلم صغير وبعد كده الحلم بيكبر ويكبر لحد ما يحقق كل اهدافه يبقى عرفنا صفات الامل متجدد طول ما الانسان عايش على قيد الحياة وبيبدأ صغير وينمو ويكبر وكل ما بيحقق امل حتى اذا تحقق اول ما بيحقق الامل بيرغب في امل اكبر الحلم بتاعه بيكبر بعزيمة اشد والامال دي الامال المتتابعة الامال اللي وراء بعضها دي هي اللي بتصنع الايه الطموح يبقى ايه اللي بيصنع الطموح الامال يعني ايه طموح الطموح اللي هو التطلع للرفع والسمو يبقى عرفنا اللي بيصنع الطموح الامال المتتابعة يعني متتابعة يعني متتالية وعكس متتابعة متقطعة وهنا كلمة عزيمة بيرغب في امل اكبر بعزيمة اشد يعني ايه عزيمة يعني بارادة وجامع عزيمة عزائم طيب يعني كده الانسان اللي كل ما يحقق امل يبقى عايز امل اكبر كل ما يكسب يبقى عايز يكسب اكتر هو كده طموح لا طبعا ده فيه فرق ما بين الطموح والطمع ايه الفرق بقى ما بين الطموح وما بين الطمع الطموح ده صفة من الصفات الكريمة ومقرون يعني مقرون يعني مرتبط من الصفات الكريمة يعني الطيبة وعكسها الخبيثة ومقرون يعني مرتبط وعكسها منفاصل مرتبط بالعزيمة يعني الطموح لازم عزيمة لازم اصرار لازم عمل بالعزيمة الصادقة والسعي الجاد لازم تسعى وتكتهد علشان تحقق حلمك انما الطمع ده الفرق ما بين الطموح عارفنا الطموح من الصفات الايه الكريمة مقترن بايه بالعزيمة والسعي انما الطمع بقى صورة من صور الانانية بل هو صورة من صور الشر ليه كده لان الطمع ولا بيشبع ولا بيرتوي ويريد ان يكون عنده اكثر مما عند الاخرين عايز يكون عنده اكثر من اللي عند الناس وخلاص وبيحاول ان يستولي على ما عندهم بغير وجه حق ده الطمع يبقى عارفنا هنا الفرق ما بين الطموح والطمع ان الطموح صفة حسنة من الصفات الكريمة ومرتبط بالعزيمة والعمل انما الطمع لا صورة من صور الايه الشر وصورة من صور الانانية والسبب لم يجي يقولك سؤال برضو لماذا يعد الطمع صورة من صور الانانية والشر لان الطمع لا بيشبع ولا بيرتوي ويريد ان يكون عنده اكثر مما عند الاخرين وبيحاول ان يستولي على اللي عندهم بغير وجه حق يبقى احنا كده عارفنا اهمية الطموح وبنعرف برضو ان الطموح هو اللي بيحرك العزيمة عند الانسان ويشدها يشدها يعني يقويها يبقى اي اللي بيقول عزيمة الطموح واي اللي بيصنع الطموح الامال المتتابعة يبقى احنا عارفنا كده اهمية الطموح طيب ايه فايدة الطموح لكل واحد من الاربعة اللي فوق ايه فايدة الطموح للموظف الموظف فايدة الطموح بالنسبة له ان طموح الموظف في وظيفته بينعكس على عمله فبيعمل ايه يعني لما نجي نجاوب ايه فايدة الطموح للموظف هنقول له بينتظم يحسن الاداء يضعف الانتاج طيب ايه فايدة الطموح للتاجر وطموح التاجر برضو بينعكس على مسلاكة في معاملته للزبايق وهو طبعا بسعية لتوسيع تجارته التاجر بيبقى عايز يوسع تجارته بيبقى محتاج لايه ان يكسب رضا الناس طب يكسب رضا الناس ازاي بصدق المعاملة يتعامل معهم بصدق ويبعد عن الغش ويقبل الربح المعقول يبقى دي برضو فايدة الطموح للتاجر يبقى عرفنا فايدة الطموح للموظف وفايدة الطموح للتاجر طب ايه فايدة الطموح للعامل ان العامل بقى طموح العامل بيدفعه الى تجويد العمل يعني اتقان تجويد يعني اتقان وتحسين العمل والاهتمام به ليه علشان يتفوق في العمل ويتحسن اجره وترتفع مكانته طب سؤال تاني ايه فايدة الطموح للطالب ايوة طبعا طموح الطالب بيخليه يجد ويكتهد ويصبر على طلب العلم والتخلق بمحاسن الاخلاق التخلق يعني التخلق التخلق هو التحلي بالاخلاق الكريمة ومحاسن الاخلاق محاسن يعني مكارم وعكس محاسن مساوة ومفرطها حسن يبقى بتخلي الطالب يجد ويجتهد ويصبر على طلب العلم يعني يصبر يعني الصبر الصبر يعني التحمل وعكس الصبر الجزع ونتيجة كل ده ايه نتائج كل ذلك نتائج يعني اثار ومفرط نتائج نتيجة ايه نتائج بقى كل ده التفوق المستمر والفوز المشرق للوطن والمواطنين يبقى احنا كده برضو شرحنا درس سبيل النجاح وعرفنا الناس اللي بتندفع لاعمالها وعرفنا كل واحد بيروح فين وعرفنا ايه الامال اللي عندهم وعرفنا صفات ان الامل صفات الامل انه متجدد وبيبدأ صغير وبيكبر وعرفنا ان العزيمة اللي بيحركها الطموح وان الطموح اللي بتصنعه الامال المتتابعة بتمنى تكون قدرت افتكم واسهل لكم فهم الدرس شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته